بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى اهالي محافظة النجف اخواني عاجل كلكم سمعتوا محافظة النجف انت قرار سد القازينوات والكوف مثل ما سمون القهاوة كل يتنسد خوفا على الناس وصحتهم وانت قرار سد منافذ النجف يعني محافظة النجف كل اسد لا يريد واحد من المحافظات يدخل ولا يخرج وهذا قرار كل احنا رحبنا بي وكيفنا اتفاجأنا بهذه اللحظة اخواني تسع ايرانيين دخلوا ما نعرف منين دخلوا وهسا هم فندق جنائن خلف على دوش ومنهم وقعوا وحالتهم خطرة بالكارونة وهسا مخبوسين خبص الصحة والقوات الامنية الريد نعرف ذول منين دخلوا زين انتو الضحكون علينا يا حكومتنا جاي تستهزون بالارواح هذي خيانة والجميع يتحاسب ذول شلون دخلوا يعني ابن الديوانية ابن كربل ابن بغداد ما يدخل انه والغريب يجي يدخلوا بمراض شلون دخلتوهم ذول الا مقصودة هاي الكلمة وعلى الجميع مشاركة هذا الفيديو خليوصل اخوكم حيدر ناجد جنابي الناشط المدني المستقل شكرا